موسيقى 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 استهلك الشيء الأخضر. نعم. نتكلم كذلك اليوم على الشيء كيفاش ممكن السيدة توضفه في وصفات طبيعية للجمال. جمال الشعر جمال البشرة جمال الأسنان وغيرها من الأمور. فالشيء شنو هو الشيء الأخضر ومنش كيتكون. نعم فالشيء الأخضر كيجينا من الله بعض الشجرة ديال الشيء. إذن الشجرة كتكون في بعض المناطق استوائية. حسناً نخذها الوريقات دياله. إذن ما كنت نخذ هذه الوريقات؟ كنت نقوم بها كيفاش ممكن؟ إذن الدرجة ديال نشوفيها ديال هاد الوراق هي اللي كتعطينا الاسم للشيء. إذن الشيء الأخضر كي تكون نشوفيها من الدرجة الأولى. وصفكم تعرفوا بأن الشيء راها كل ما كان ناشفوه وطري كل ما كيكون ثمان دياله وطالع. أنا قدر نقولكم أتمان خيالية. إذا كان الشيء اللي كيوصل حتى الخمسة ديال المليون ديال كيلو. وهذا كيكون في المناطق الأسيوية ولكن كيدخل في التقاليد وفي العدس ديالهم. إذن كل ما نشفنا الشيء كل ما كيعطينا نوع من الأنواع ديال الشيء. إذن الشيء الأخضر هو الشيء ناشف عادي. والشيء الأسود هو اللي نشوفيها دياله كيواللي قوي. إذن الشيء الأخضر شنو فيه؟ الشيء الأخضر فيه بزاف ديال المواد اللي كتفيد صحة ديالنا. إذن فيه لطيوفيلين، فيه الكافين، وفيه ما يسمى بالمركبات دياللي طانين. هاد المركبات هادو اشنا هما؟ هاد المركبات كيعونوا المنع، كيعونوا تقوية ديالجسم، كيعونوا الدورة الدموية. باش الدورة الدموية كتمشي بطريقة أحسن وما كيكونش فيها مشاكل. والشيء كي تستعمل بزاف ديال الأغراض الطبية. غير هو المسألة ديال الشيء والحديد كما قلت اختيسانا. ومنين نبغي ناخده الشيء ما فيها بس نتسنى واحد ساعة ونصف عادي مكنا نشربوه مور الماكلة. لانا في ساعة ونصف او نتسنى واحد تلساعتين ممكن تكون صافية عملية لهذا مدازة. دات استفدات من الحديد وكل شيء. علاش لانا إلا خلطنا المواد الغنية بالحديد مع الشيء فانا اذكرت لكم هاد ثلاثة ديال المركبات. اهم هم تيوفيلين والكافيين مني يتخلطوا بالحديد ويهبطوا ويخرجوا مع الفضلات ونستفدوش من الحديد. هذا هو الغرض. علاش كنقوله ان الشيء سيتخذ واحد ساعتين من بعد الاكل. هذا من جهة. من جهة اخرى. خسكم تفهموا واحد المسألة اخرى. اللي ما كتعرفوهاش. ان الشيء ما كيتخذش عند المرأة الحاميل. ان هذا واحد المعلومة اللي غنصحوها اليوم ان شاء الله في اصوات. ونبغيو انتداولوها. فهذه المعلومة ما تخليوهاش عندكم. ان الشيء ما كيتشربش عند المرأة الحاميل. لان هذه المواد هذه اللي ذكرناه كيمكن تقدر الله تعطيها اجهاد. كيمكن ان السيدة اللي تكون حامل في الشهرين الليولى وطلت شهر الليولى. يقدر يعطيها الوفاة ديال الجانين دياله. لذن نردو البال. غتقولولي علاش غنقولكم لانك يرفع من الانقيبات ديال الرحيم. هذا مسألة لك سنردوه لها البال. الناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي. والناس اللي كيعانيهم للمشاكل ديال الكلاوي. كذلك ما تشربوش اتي. لان اتيك يعطينا رواسيب. كتمشي لكم الكلاوي ما كدوش. ومن بعد كتعطيكم امور خطيرة. اللي يمكن تتأثر لكم على الكلاوي ديالكم. والكلاوي ما يبقوش يشتغلوه. كذلك الشاي ما كنشربوش. عند الاطفال. اللي كتكون درجة الحرارة مرتفعة عنده. يعني الوليدة والبنية اللي فيهم سخانة. منعطوهم شئتين نهائيا. لان لطي وفيلين. كتترفع من درجة الحرارة الجسم. فالوليدة والبنية. كتكون الحرارة على تسعود وثلاثين. ولا الثمانية غير تمنية وثلاثين ونص. وغير تزيدوا واحد المادة اللي غير تزيدوا تطلع عليه الحرارة. فهنا كيمكن نضروا الوليدات ديالنا. ولكن هاد الشي كامل. قلنا ما خاطر ديالو. أنا بغيت بديت بهم هم اللي ولانيين. علاش باش 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 ردوا البال. باش بعض العادات اللي عندنا نحاولو ننقصوا منهم. أما الفوائد ديال الشاي. فهي فوائد كثيرة ومتعددة. احنا غدين نجيوا لهاد الفوائد. غدين نشوفوا فعلا واش الشاي الأخضر. أتي حارق للدهون. واش نفس الأطفال مثلا. إلا جاهم يسهل. أو إلا جاهم مثلا. ما نقول له عسر هادم. أو كان عندهم يعني مشكلة ديال الجهاز الهضمي. منصوح أنهم بدون عطوهم يشربوا آتي. هذي أمور أيضا اللي غادي نتكلم وحليها دكتور عيماد. بالنسبة للآتي يا أختي. فاني كان نصحك بعدها أنك كما قلت لكم. تخليها واحد ساعتين. حتى يفوت الوقت ديال الماكلة. يعني وخد تاكلت سنة واحد ساعة ومصة. وخد تاكلها شوية. إن سنة ساعة ومصة ساعتين. من الأحسن. ومن بعد ديال ساعة يجب أن تشربوا آتي. غير الطريقة ديال آتي. هنا فين خصنا نهضروا. طريقة ديال آتي خصنا نطبخوهم مزيان. العكس ديال المواد الخرافة آتي. كان طبخوهم مزيان ولكن بوحده. ما كان خلطوا معه شي شي حاجة. عاد ديال ساعة إلا بغت تزيدوا في النعناع ماشي مشكل. ولكن بالنسبة للناس اللي عندهم فقر الدم. فانا كنصحهم ما يديروش النعناع. لأن النعناع مادة المينطولة فيه. كتوسع عليهم المعدة. وكتخليهم ما كيستفدوش من الأكل. إذن الناس اللي عندهم فقر الدم. يطبخوا آتي مزيان. يشربوه هكاك. ما قدوش عليه. يزيدوا معه واحد شوية ديال الزعتر. إذن شوية لقدرت على شوية ديال الزعتر. عريش صغير ورد ديال الزعتر. هذا الزعتر البلدي. ولا نص معلقة صغيرة ديال الزعتر. في واحد البرد موين. إذن هذا هو المقياس. وده هو المقدار الآمن اللي ما غادش يدركم. وهكذا نتمنى. وإن شاء الله ما يبقى عندك ته مشكل. ولكن خصصها تبقى مدومة للدواء. ودية الفقر الدم. نعم. مرة قتلت الدواء. وقتين ما يتشربش مع الأكل. نهائيا. ساعة ونص قبل من الماكلة. ساعة ونص حتى ساعتين من الأفضل. نعم. تفقنا لطيفة ما يكون عندك بس إن شاء الله. نحن يموصلين معكم دائما مباشرة على راديو أصوات. سنعود ونرجعون ونتكلموا على هذه المسألة هذه. السيدات اللي بحل لطيفة. وهو مكترات اللي عندهم فقر الدم دكتور عيمد. شنو نصيحة. فيما يخص طريقة الاستعمال ديال الآتي. فطريقة الاستعمال ديال الآتي. ناخده الشي الأخضر. إذن ناخده بوحده. إذن نرى الأخوات تركي عرفوه بوحده. إذن معلقة كبيرة ديال الآتي. فبراد ديال الآتي موين. إذن نرى الأخوات تركي عرفوه براد موين. إذن معلقة كبيرة ديال الآتي. فبراد موين. ونطبخوه مزيان. خليوا الطبخ. باش تطلق لنا ديك المواد اللي فيها. واحتمدت الكافيين. كنحاولو نهرسوها واحد شوية. إذا أعطيناها درجة الحرارة مرتفعة. زائد تغذية متوازنة. زائد أن لبحل كان الفقر الدم مزمين. إذن هنا ضروري ناخده الأدوية ديالنا. ونتبعه مع الطبيب. والحمد لله را كانت تغلبوا بالأدوية. را كانت تغلبوا على فقر الدم الأمور كترجع الكيمية. دائما موصلين معكم من بعد الفاصل بأسئلتكم في حديد ومغزل. ولكن دا بحنا ما زالين في أتي. أتي إذن. والحديد. ما كي يعني يقدر أتي يؤثر على الخزان ديال الحديد عن الإنسان. كيف تستعمل بوحد طريقة؟ مع الماكلة. مع الماكلة. نعم. والكيف التقافة ديالنا؟ يعني ما يكنا ناكله يجب أن ندوزه بأتي. نعم. ومش معنية هذه العادة هذه والثقافة هذه ديال القرون؟ يجب أن نعيده في هالناظر؟ وأكيد حيث كان عارفه واختي سنة بأن العلم يتطور والمعلومات كتتطور. وش حال محاجة كانت عادية عندنا في التقاليد ديالنا. والحمد لله دا بأولات معروفة بأنك الدرسة ديالنا. غير هو الناس اللي عاديين لما عندهم مش فقر الدم. يحاولوا واحد ربع ساعة ولا تولوا تساعة مرة الأكل ديالهم. يشتربوا أتيه. ماشي مشكل يا الله نقوله لهم تولوا تساعة. ولكن اللي عنده فقر الدم حاد. هنا مبقاش كي يخلينا خيار كم ما كنقوله. فهنا ضروري أنه يخليه واحد ساعتين. بش يبقى محافظة على الساحة دياله. ومسألة أخرى اختي سنة أنت ما قلتاش هي الدواء. أنه لا نخلطوش أتيه مع الدواء ديال فقر الدم. لأنه بغير أنه الحديد كيتخلط معه. وثانيا أنه كي يهرس المفعول ديال هذك الدواء. إذن هذا الدواء هذا ما كيبقاش كي يخدم مزيان. وما كنبقاش كي نستفدو منه. بما يسمى في الصيدلة. يعني واحد كي يهرس المفعول ديال الدواء أخر. فتادي سنردو لها البل. بالنسبة الآتي. مثلا دراري منين كاتيهم من غاستخيط. أو لا. ما عشك كيف يقول لها. حرقة ديال. حرقة ديال. حرقة ديال. أو كاتيهم من غاستخو أنطيغط. يعني كي يولي. وبدك كي يرجعوا الماكلة. كي يرجعوا. أغفلوا كي يولي يعني تترجعوا. بسبب ميكروب. ميكروب نعم. أنا هدي تراتلي مثلا شخصيا الطبيبة. منعات عليها نعطي البنتي الماء. وقاتلي كل ما تعطيها فقط لمدة ديال. 48 و 40 ساعة. هو الحبيبات ديال الشاي الأخضر مطبوخين في الماء. ولكن ماشي الماء. شرب حبوب ديال أتي خضر مطبوخين. وهما اللي شوية كيف كان قولوها الدنوع اللي هديك اللي يفومي اسمو. شنو المنفعة ديال أتي في هاد الحالة دكتور عيمان. فهي مكان جنان نهائيا خطرة على بادي. نعم لأن أتي أصلا هو في مضادة الجاراتيم. إذن هو كي تعتبر معاقيم طبيعي. لأن هذه مواد ديال طانين. فيه كذلك الاليومينيوم. فيه الزنق. فيه مواد اللي كتكتل البكتيريا. هذا من جهة. من جهة أخرى هذه المادة اللي يقدرنا عليها ديالاتي. وفيه لين؟ فيها فوائد كبيرة. فاليوم المعلومة اللي غدين تقسموها كذلك. أن الناس اللي عندهم الضيقة يمكن لهم استعملوا أتي. ويمكن لهم يخصهم ضروري يدخلوا في الأكل ديالهم. لأنه كيصلاح للضيقة. وكيصلاح أنه كيوسع العروقة ديال الرية بطريقة طبيعية. ما كيضرهاش. وكيخلي التهوية كتكون كاملة. وإذا قدرنا على التهوية الكاملة ديال الدات. فاحتى ذلك الحرقة كتنقص. إذن الآلم كينقص. وثالثا أنه كنقول إحنا كيجبر. إذن كيهمد وكيجبر. أن ديك المعدة ديك تكون تآذات شوية بهذا الميكروب أو مثلا بحمودة. كتتسد وكتجمع. والسبب هو هاد لطي وفيلين وهاد اللي طاني اللي كيكونوا في آتي. وخا طول ما نرجع المشكل ديال الرية وللتنفس. إذن نصيح نخرج بها. لكل أمهات ميك يشوفوا الأطفال ديالهم عندهم مشكل تقيؤ. نعم. أو مشكل ديال إسهال. منصوح أنهم يطبخوا حبوب آتي ويعطوهم يشربوهم. يطبخوا نص مع القاس صغيرة في قاس صغير ديال الماء. هذه هي المقدار الآمي اللي ما غاديش يضر لوليدات ديالنا. مش معطوهم مش لي بباريكسيطاسيون. لأن يلزدنا لهم الكافيين غادي غا يزيد لهم في الحركيه ديالهم. إذن نصمع القاس صغيرة ديال أحبوبة تاي خضر. اللي كتطيبوا به. كنطبخوه في كاس صغير ديال الماء مغلي. كنصفه وكنعطينهم يشربوهم النهار كامل. بالنسبة للنزلات البرد والناس اللي كيكون كيف كان قولو صدر ديالهم محامر. يعني اللي برانش ديالهم ملوئين. إن برانشت. بالوصفات مثلا اللي سمعت أنه كيتنصحت الإنسان يشرب كاس إلى جوش كيسند العنبات ديال أتي سخون. ويدير فيهم شوية ديال قطارات الحامض. أو يدير فيهم شوية ديال العسل. واش هاد الوصفة مزيانة؟ وصفة مزيانة غير هو كيتستعمل أحسن الشي الأسود. لأن الأسود تركيز ديال هاد الاطي وفيلين كتكون طالعة فيه. ولكن لا كافيين كتكون ناقصة. إذن هنا كنستعملو الشي الأسود. بغينا نستعملو الشي الأخضر لنزلت البرد. ومثلا الإنسان اللي كيكون موقف. كتديرو معلقة صغيرة ديال. أنا كنظر الإنسان البالغ. معلقة صغيرة ديال أتي. حبوباتي خضرين. كتطبخوهم في كاس ديال لما صغير. حتى يطبخ مزيان. وكتزيدو ربعة معلقة صغيرة ديال الزعتر. كتخلط معها. كتخليو يطلق واحد الخمسة دقائق. حتى العشرات دقائق. كتصفيو وكتشربوه. فهو كيعاون كتر. دكتور هيمد تنس اللي عندو مشاكل ضغط. تنسيون. واش أتي. كيتلع التنسيون أو كيهبط التنسيون. إذن هنا على حسب المقدار. إذن هنا فينك نظروف المسائل اللي كتكون علمية. إذن تنسيون محدكم كتتعدو معلقة كبيرة ديال الزعتر في ذاك البراد موين اللي كتليكم. تنسيون غادي طلع. أما إلا خذيتو معلقة كبيرة ديال الزعتر في ذاك براد موين اللي كيتطبخ مزيان. فبالعكس هو كي قد تنسيون وما كيدرش صحة ديالكم. والناس اللي عندو مشكل ديال التنسيون كتجيهم صخفة. معدهش علاقة بأتي. لا يا حيت. علاش كيكون أتي لأنك كيكتروا منه. اللي نخصكم تعرفوا رح تأتي في الكافيين بحل قهوة. ولكن بحضل قيمة قليلة. ولكن كل ما زدنا الكمية ديال أتي. كل ما الكافيين غا تطلع. إذن الكافيين إلا طلعت كيطلع درجة يعني كيطلع الضغط ديال الدم. واش أتي كي حيدن عاسلة الإنسان شربو مثلا مع ستسبعة ديال العشية. نعم يحيدن عاسلة أنه روا من المنبيات كيطلع. يعني كعتى واحد لطلع فيك. كعتى واحد الحيويات. إذن أتي نحاول نجنبه الإنسان لي ما كيجيش نعاس بزاف. كيفاش الشي الأخضر كيقدر يكون حارق الدهون. حارق الدهون لأنك في مادة الكافيين. وفيه السيلينيوم. إذن هذا المادة ديال السيلينيوم. وفيه كذلك الكوبالت. هده الجوج ديال المواد. ما يفعله؟ يجعلون الخلايا الدهنية تحرق. يجعلون هذا الريزرف يتحركوا. يعني يقولون يتحركوا. وهناك يساعد على نقص الوزن. ولكن. ما شاء نسمعه رأي نقص الوزن. سوف نشرب وقاتي ونقلسو. هذا الشيء رأيز واحد الوسيكل الكبير. كيين تغذية. كيين الحركية. كيين لما عاد. كيين واحد المشروب اللي كي عاون. إذن يقص ضروري يكون هذه المركبات. كي يمكننا نقص الوزن. هناك وصفات اللي غادي تقدم لنا اليوم. إن شاء الله غادي ندير وصفة الشعر. وصفة البشرة. والجديد أن أتيك بيت سنان. أنا غا نقول لكم كيفاش. أخويا السؤال ديالي. عندي العرق فرجلية. نعد بياني. أخويا الله رحم ذا الولدين. مهم. وشنو العرق كيفاش وش العرق كي يحرقوك. العرق من فوخين. ولا العرق يعني فيهم شنو. وشنو عندك المشكلة فيهم. لا عقبة لوليا. عندي في ذاك الخوية اللي قدم ديالي. وعندي في الساق ديالي. وعندي شي جوشكوا بعض الأسخاب ديالي. نعم. واخر إذا نحنا غادي نعموا هاد السؤال بشكال أخوتي يستفدو. إذن نحنا غادي ندرع لدوالي. إذن ليفاغيس. وغن ندرع لدوك الشعيرات اللي كي يكونوا بيانين في الأرجل. أو في منطقة معينة الجسم. اليوم الموضوعنا هو الشيء سنضحوا هذه الوصفة. نضع معلقة كبيرة الشيء الأخضر ونضحوا في كاس صغير خل التفاح. معلقة كبيرة الشيء الأخضر تطبخوها في كاس صغير خل التفاح. تصفيه الخليط تطبخوها برد. من بعد هذا الخليط تطبخوها في المناطق لأن تكون في يوم العروقة بينين بمصاج خفيف 10 دقائق. تطبخوها 50 دقائق ومن بعد تغسلوا هذا المحلول أو تأخذوا قطن في الماء وتمسحوا هذا المحلول. العملية تديروها يومياً و تدعمو عليها مدة 3 شهر. وإن شاء الله في شهرون سلولاني كتب النتيجة. ماذا يديرون الدوالي؟ فهو يجعلون العدلات اللي يكونوا ضائرين بالدوالي يقصحوا. لأنك يجبدون أنك يعطوه ناطوني في كاسيون العدلات. والعروقة كان نحاولوا نعاونهم باش يعودوا يحياوا. باش كترجع لهم ديك المورونة ديالهم. ما يكون باش عندك وفقت الله في راسك محل. بالنسبة للمشكلة في السعر من كترة الفولار لربية الشعر من البدان. نعم فهنا ما عادش نقوله الفولار هنقول لك أنا النوعية ديال الفولار. لأن بزرد الأخوات كي يديرو واحد النوع ديال الفولار اللي كيكون مخلط بالبوليستر شوية كيكون مخلط بمواد بيترولية هو اللي كيعطيهم هادل هادل المشكلة هذا. يعني بحل الشعر كيتخنق. بحل الشعر كتدوروه بميكا وكتخليوه نار كامل. لا. الزيف وخاصة بالنسبة للأخوات اللي كيتحركوا بزاف ولي عندهم اللي كي يخدموا على بره يحاولوا يديرو واحد الزيف اللي كيكون ديال القطن. يكون مياه في المياه في القطن. لأن الزيف ده باكي وليه ضروري. بحلوه بحد جلابة. يعني نحاولو ناخده. وخلناخد غير واحد باش نخرج. ولكن يكون مياه في المياه ديال القطن. باش نخلي الهواء يدوز. باش نخلي ذيك الجلدة الشعر ذيك التوربة يدخلي باش نقول لكم وصفة يلا. اول وصفة اللي غادي نعطيه اليوم. وصفة للشعر بآتي. اذن شنية الفائدة ديالها. اننا كنعجو الجلدة ديال الشعر. وكنحيوها وكنعطيوها واحدة حيوية. باش كتولي كتستافد من المواد المغدية. كتجيها بالدورة الدموية. اذن خدو هاد المكوينة. غتتاخدو الشاي الاخضر. اذن قاتي. حبوباتي اللي كتطيبو بيهم. اذن الشاي الاخضر. الزيتون. الزيتون. الزعتر. والخزامة. اذن الشاي الاخضر. الزعتر والخزامة. كتتاخدو معلقة كبيرة من كل مكوين. وزيت الزيتون. كتاخدو منها كاس صغير. هاد المكوينات كاملين. كتحطوهم فوق البوطن. ماشي في حمام مرين. فوق البوطن مباشرة. كتخليهم يغليوا. حتى تطلع الغلية اللي اولانية. كتحطو هاد المكوينات. حتى تطلقوا واحد ثلاثة ديل سوية. وكتصفو هاد الزيت. هاد الزيت هادي. كتزيدو فوق منها كاس صغير ديل زيتون. حيث هذا بحل صيبناه مركز. كتزيدو فوق منه كاس صغير ديل زيتون. وهكا غتتولي عندكم وصفة. غتستعملوها مدة ديل تلت شور. غتكفيكم تلت شور. غتستعملوها مدة ديل تلت شور. غتستعملوها مدة ديل تلت شور. غتستعملوها مدة ديل تلت شور. اكيدو كتخلفو. فعدي وصفة شاملة. وكان عارفو دكتور عيماد حسب نصائحك. عنو الخزامة و الزعتر ضد الفطريات. نعم. مزيانين. كي نضفوه. كي نضفوه. وكي نشطو الدور الدموية. واتايرا فيه. قلنا الزنق وفيه السلينيوم. فعدي كلها مواد مغضية الفروة الرأس. هدي اول وصفة الجمال الشاعر. من عند دكتور عيماد. بالشاي الاخضر. تلاي فراسكا. حسنا وما يبقى تاشي مشكلة ان شاء الله. معنا مصطفى من الدار بيضاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورسول الله وبركاته. مرحبا بك معنا سيمسطفى. بارك الله فيك أستدعوش المبركة. الله يمن فيك. الله يجلزك بخير الدكتور عيماد. يا سيمسطفى. عندي اسئيلة اللي أريد تقولك. يا أخوة. واش علاقة مع السكر. حيث باللي كان. سكيت براسي ما نفسي السكر. مشيت لعنشي ترواميدسة. مشي في نهار واحد. وإنما فعلة أوقات متفرقة. قلبت الخزة لقيته. ما فيتش النورمال. يعني 5.8. ولكن في المكان قلب السكر. في الصباح قلقها طلالية. قلقها 1.4. 1.3. حرط فضل الأمر. رغم أنني في الليل. كنحاول ما ناكل شي حاجة. اللي بلس يكري. ما هو السؤال تاني. وانا غير جعلك للسؤال هذا. ما هو السؤال تاني. ما هو علاقة الشيء بهذا. حيث كنسرب أنا أتي. ما هو السكر. ما هو السكر. ما هو السكر. ما هو السكر. لRichard. أبقى في اللجمة. الز Bravo. أعطينا Randall architecture. أود. والآخر ي,… كان بالتصوير كبارة. واحدها. اهم لك لا يفونها من أبقائك. ولكنها تايم على شوية العشاء كيف تأخذ في العشاء؟ تأخذ شوية الخبز شوية المواد أخرى معك؟ ضروري خبيزة شوف أخويا مصطفى رأى هذه الخبيزة هي المشكل فهمنا؟ حيث أنا أقول لك أخويا حيث بزاف ماشيغين ترى العديد كي يدير قاعد نفل ما أغنخبش لكم أنا الوالدة ديالي كتدير هذه المشكل وأخرى الأم ديال الدكتور عيمات أرى الخبز أرى الخبز أرى هو العدو ديالصحاب السكار يعني نخصنا ناخدوه بتأني يعني ناخدوه بشوية حيث أنت أخويا أنت أشوف خديتي السكار إذن السكار اللي يطلع بوحط طريقة سريعة هو السكار البيض ازتي عليه الخبز أعاد زيد عليه مواد دخل اللي يطلع السكار إذن الخبز من يدخل الفم ويتقاس مع واحد الأنظيمات يكون عندنا في الفم ديالنا يتحول الجليكوز وهذا الغريب في الأمر هو الجليكوز يمشي تحت اللسان وتحت اللسان إحنا كصياد عندنا بحل ضربتي الشوكة يعني المفعول يكون سريع جداً إذن تكون سرعة الانتصاص وهذا الشي كامل منه تخلطوه تنعز وكتخليه ما تتحركش إذن هنا ما تتحركش وكيعطيك أن السكار تتلقى طالع هذا من جهة بالنسبة للناس الذين يأخذوا الدواء ولكن السكار ما عمركم تعبروه مباشرة يعني أنتم مثلاً كليتو بحل بساليتو العشادية مع الثمانية والتسعود رأسكم تعبروه السكار حتى التسعود أمس لكي تتحركوا ليه حتى نعرف الناس مثلاً يكون مثلاً معروض وكي تتعشون مع الثلاثة مع العشرة ونص ونص وكينود مع السكار كي يقع طالع للفوق إن هذا مسألة مغلوطة دائماً السكار الوقيتة اللي حبستو فيها الماكلة هي الوقيتة اللي تجزو فيها الدم ديالكم واللي عنده التحاليل يحبس الماكلة دياله مع السبعة العشية باش يمكن لكم تتحزو الدم مع السبعة ديال الصباح إذا المشكل ماشي فأتي لا أتي ولكن المشكل غيكون في القدر ديال السكار لكي يأخذ الإنسان إذا كان عنده داء السكاري ما كان نحضرشنا على الإنسان العادي وعلى الوجبة لكي يأكل الإنسان اللي فيها الحبوب وفيها الدقيق وفيها هاد الأمور هذي اللي هي مضرة مرة أخرى بالإنسان اللي كيعاني من داء السكاري أي له ديابات تعالى فرس كاسي مصطفى ما يكون عندك بس أنت هذا بعرقتي لسوخص دياله بخبلا يمتمنى لك العلاج إن شاء الله وإحنا دائماً مواصل معكم مباشرة على وعندك وصفة بالشاي لصحة الأسنان وجمال الأسنان دكتور عماد نعم فوصفة للأسنان أو لسبيض الأسنان بالشاي أيضاً غادي ناخده فيها الجوج معلقة كبيرة ديال الشير أخضر كنناخده فيها معلقة كبيرة ديال القرفام تحونة هذي كلها مواد عندها قوة مبيضة إذاً بعد ما نخلطه هذي المكونات اللي كتكون مطحونة كتولي عندنا واحد الغبرة لذيك الغبرة كنديرو فيها شوية ديال كنديرو ديكشية الأسنان غير شوية غير تقيصها ماشي كنعمروها غي كننحطوها فيها وكننحيدوها وكنزيد عليها معجون الأسنان إذاً معجون الأسنان اللي فيها مادة فليور كتهيج لنا هذي ثلاثة ديال المواد اللي فيهم لذيك الفعالية ديال التبيض صافي كنحكو بهم سناننا بطريقة طبيعية ديالنا وكنغسلوهم العملية كنديروها فوق ما حكينا سناننا كنستعملو هذي المعجون هذا وعلى الأقل استعملوه واحد المده ديالشهرين وان شاء الله فشارلو ستولي تبليكم النتيجة وحنا دائما موصلين وصفة ثالثة اللي غا نقدمو لكم هذي السباح دائما باستعمال الشاي الأخضر هي لتبيض البشرة دكتور عماد نعم إذاً وصفة لتبيض البشرة هذي ناخدو فيها الشاي الأخضر معلقة صغيرة زيت اللوز الحلو السبعة ديال معلقة كبار وقشرة ديال بورتوقة لمحكوكا اللي كان ناخدو منها معلقة كبيرة يلا نعود إذن هذي وصفة مبيضة زيت اللوز الحلو سبعة ديال معلقة كبار وقشرة ديال بورتوقة لمحكوكا كنناخدو منها معلقة كبيرة هذي المكونات كنخلطوهم كاملين مزيان كنحطوهم في حمام بريم ربع ساعة حتى كيس خنو مزيان وكنخليهم أربع ديال السوية مش كتلقوه في بعضياتهم كنصفة هذي الزيت وهذي الزيت اللي عندنا كنولي وكندهنو بها من الليل ليل وكنباتو بها مكينش مشكل كندهنو بها قاع المناطق اللي عندنا فيهم هذي اللون المشي موحد وكنباتو بها العملية كنديروها يوميا مدة ديال تلت شهر وان شاء الله في الشهر لولك أتوليك أتبع النتيجة موسيقى موسيقى